انا اكيد الصيام لتأثير على النسان انت لا تلاحظ الصايم يكون هذه عادة زين يكون مطمئن وهذا فاكيد يعني يساعد على التسامح وعلى نبذ الارهاب وتعايش سلمي بين المجتمع بين اطيافه وكله الهو قاعد كشخص مطلوب منك فقط انك تغير نفسك تبدأ في نفسك بداية بانك ان انت تلتزم بتعالم دينك وتبتعد عن التشدد والطائفية دور الاسرة دور مهم في توعية الابناء بالنسبة لهالنقطة الخلافية خاصة هالأيام من هو قائم على نشر الفكر الهدام بالنسبة للأسر وبالنسبة للشباب الصيام يخلي الانسان دائما يكون علاقة بقراء الله سبحانه وتعالى علاقة قوية ووطيدة فهذا الشي يخلي الانسان دائما يكون يبتعد عن العنف والتطرف والاشياء اللي نشوفه احنا اللي ماخدين اكس الاسلام وقت الافطار الاسرة كلها موجودة يعني من صغيرها الى كبيرة حتى اللي ما يصوم الاطفال الصغار تلقاهم قاعدين على السفرة هذا بتأكيد يعني يعزز التواصل وكسر الحواجز بين افراد المجتمع غير هذا الاب يصطحب ابناءه الى الصلوات الى الزيارات العائلية وبالتالي تتكون هناك او تتأصل هناك العلاقة بين افراد الاسرة هذه كلها عوامل لازالة يعني ربما الامور السيئة والسلبية التي قد تؤدي الى ملاي حمد عقبة اشتركوا في القناة